وضع اقتصادي حارجون أجبر الحكومة على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لتجنب أزمة اقتصادية قد تحدث جراء خفاض سعر برميل النفط العالمية فقد اتجهت الحكومة إلى خفض المصرفات وإعادة النظر في الدعم الحكومي للسلاع بما في ذلك وقود السيارات بما قد يوفر 112 مليون دينار من الموازنة العامة للدولة وضع انخفاض سعر برميل النفط العالمي اقتصادات الدول النفطية ومنها البحرين بين مطرقة حماية الاقتصاد الوطني وسندان المحافظة على مكتسبات المواطن فنظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء هذا الانحدار الكبير في سعر برميل النفط والذي يعتمد عليه الاقتصاد البحريني بنسبة 85% لم تجد الحكومة حلا للنجاة من أزمة اقتصادية باتت قريبة جدا سوى إيجاد خطة لتقليل المصرفات وإعادة النظر في الدعم الحكومي للسلاع فأسعار النفط مستمرة في الانخفاض بحسب التقارير الاقتصادية الدولية الصادرة مؤخرا وهو ما سينعكس سلبا على الميزانية العامة للدول النفطية وبما أن دول الخليج النفطية ومنها البحرين تقيس نموها الاقتصادي بارتفاع أسعار إنتاج النفط والإرادات النفطية كما تقيس ظهور العجز أو الفائض في الميزانية العامة للدولة بواقع الإرادات النفطية فإن التوقعات تقول إن انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولار وهو السعر المعتمد في الموازنة العامة للبحرين لسنتين الماليتين 2015-2016 قد يؤدي إلى عجز في الميزانية يصل إلى أكثر من 50% باعتبار أن سعر برميل النفط وصل إلى 27 دولار في 11 يناير الجاري بحسب منظمة أوبيك فعند اعتماد الموازنة العامة للدولة توقع الخبراء الاقتصاديون أن العجز في 2015 قد يصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دينار لكنه وصل مع نهاية 2015 إلى حوالي ملياري دينار كما يتوقع الاقتصاديون أن يصل العجز في الموازنة العامة مع نهاية عام 2016 إلى قرابة 3 مليارات دينار مع احتساب سعر برميل النفط بأقل من 30 دولار للبرميل ومع رفع أسعار وقود السيارات في البحرين من المتوقع أن تقفز مبيعاته في السوق المحلية إلى أكثر من 150 مليون دينار ووفق بيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المسؤولة عن القطاع النفطي في مملكة البحرين فإن استهلاك السوق المحلية من وقود البنزين بلغ أكثر من مليار لتر منها 664 مليون لتر بنزين ممتاز ونحو 347 مليون لتر من البنزين الجيد وعند احتساب الأسعار القديمة فإن مبيعات البنزين الممتاز بسعر 100 فلس تبلغ نحو 66 مليون دينار ومع رفع السعر إلى 160 فلس فإن المبيعات سترتفع إلى نحو 106 ملايين دينار بزيادة تبلغ نحو 40 مليون دينار أما البنزين الجيد فإن مبيعاته في السوق المحلية بسعر 80 فلس تبلغ نحو 28 مليون دينار ومع رفع سعره إلى 125 فلس فإن مبيعاته سترتفع إلى نحو 44 مليون دينار وبزيادة تبلغ نحو 16 مليون دينار زيادة أسعار البنزين ستؤدي إلى تغير في الموازنة العامة للدولة بانخفاض حجم المصروفات وارتفاع في بند الإيرادات بنحو 56 مليون دينار وهما يعني أن الأثر المالي على الميزانية العامة يبلغ نحو 112 مليون دينار سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين